بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي نستقنف مع الصفحة رقم 114 الصفحة رقم 114 إذن في أول الصفحة كما نلاحظ عندنا قول شعر قد القصيد الصغيرة سنرى قطرة ماء قطرة ماء سقطت من السماء وعلى تربيعة كما نقول قطعة الفوسيفسة مثلا التي توضع على الأرض أو على الجدران تسمى كارو أيضا قطعة الزجاج التي نضعه في النافذة تسمى كارو السور من كارولا وعلى تربيعة كما نقول من الزجاج على النافذة الغويسل سال سور كارو سال سور ان كارو والا ستان كارو والا سي سسانتوس دي كارو هذه كلها تسمى دي كارو سسانتوس دي كارو إذن كلها تسمى كارو كي غوية سال سور ان كارو عندما تسقط قطرات المطر على زجاج النافذة أنها تنزل شيئا في شيئا الغليسغة إذن غليسة المقصود بين زلاقة أو تزحلقة إذن الغليسغة هي ستتزحلق إلى مجرى تصريف المياه إذن تكلم عن المجرى سواء فوق الأرض أو تحدثنا عن أنبوب تصريف المياه الغليسغة هي ستتزحلق إلى مجرى تصريف المياه الجدول يسمى ومنا كما رأينا قبلا يعني أن قطرة الماء تجري كما تجري في جدول الماء إذن نتكلم عن قطرة الماء أو الماء أنه يجري كما يحدث في الجدول طبعا نتكلم عن شيء بأنه غرون يعني أنه ضخم غرون كبير غرون يعني ضخمة يعني أنك تجعل شيئا صغيرا تجعله كبيرا إذن لكي تدهاب تضخمة المقصود أنها تزيد في حجم جدولا صغيرا إذن هذا الجدول الصغير ستدهاب قطرة الماء اللي تزيد في حجمي عند او او عند او. اذا سنحذف او ثم ندى افاستخوف , من اين اتت قطرة الماء اذا عندناesi المقصود هنا دو او من اين اتت قطرة الماء إذن من أين أتت قطرة الماء أو نقول من السماء إذا أردنا أن نعطي جوابا كاملا غير مختصر نقول يعني أنها أتت من السماء أين هي الآن أين هي إذن عندنا هنا أيضا أو أين لولا دو أو يعني دو من أين هنا عندنا أو يعني أين أو يطيل أين هي الآن إذن طبعا كمنا لابن دي جا في إن قوت دو أي طنبي دي سيال أسير من كارولا الغيسال طبعا عندنا لذعب غيسلي أو الغيزان يعني أنه مصرف الحاضر المقصود أن هذا الفعل هو اللي حدث الآن هو اللي حدث الآن أما الغيسغة هي ستتزحلق في المستقبل إذن هذا الحادث لم يحدث بعد هو سيحدث فيما بعد إذن ماذا سنقولون ألي سيو من كارو أو بي ألي سيو لكارو إذن هي على التربيعة إذن كما قلنا أين هي الآن؟ نتكلم عن الحاضر إذن طبعا سنجيب عن الفعل الذي يحدث في الحاضر إذن كما قلنا الغيسال يعني هي تتزحلق الآن إذن السيو من كارو الغيسال إذن وعلى تربيعات هي تتزحلق هي تجري أو نقول جوابا مختصرا سيو لكارو على التربيعة ويغطي لونسويت أين ستذهب فيما بعد ويغطي لونسويت ويغطي لونسويت أين ستذهب فيما بعد طبعا هاد إغا هذا الصرف للفعل آلي وفيتور سيمبل نقول جيري تيغا إل إغا نزيرون وزيري إل زيرون يعني هم سيدهابون في المستقبل صرف الآلي طبعا يتلون إذن هنا إذن في السؤال نقول ويغطي لونسويت أين ستذهب فيما بعد أونسويت يعني فيما بعد إذن بيانسو كما نلعون ديجا في إل إرى دون لكار نيفو إل إرى دون لكار نيفو إذن هي ستذهب إلى مجرى تصريف المياه أبري كاله لتيتر دي بوام كاله لتيتر دي بوام إذن ما هو عنوان القاسيدة كاله لتيتر لتيتر هو العنوان كاله لتيتر دي بوام ما هو عنوان القاسيدة روغاردون بيان كاله لتيتر دي بوام إذن نلاحب جي يدن هد القاسيدة من أقول ما هو عنوانوان إذن لتيتر دي بوام إذن إذن قاترت مر كاله لتيتر دي بوام كاله لتيتر دي بوام لكلمتين أو عدة كلمات كاله لتيتر دي بوام لكلمتين أو عدة كلمات كالغين غيتم سبوام أي قافية تخلق إيقاع هذه القاسيدة طبعا نتكلم عن الوظهر غيتمي أحيانا نتكلم عن الريتم الريتم يعني الإيقاع هنا نتكلم عن الفعل كالغين غيتم سبوام كالغين غيتم سبوام كما نقول أي قافية تأيقع هذه القاسيدة المقصود أنها تجعل لها إقاعا ما هي القوافي التي تأيقع كما نقول هذه القاسيدة المقصود تجعل لها إقاعا يتردد القافية تجعل هناك أصوات تتردد في القاسيدة عندما نتكلم عن ممكن يكون الصوتي أو أعطي الصوت أو طبعا اللاغين تأتي في آخر البيت تعطي الإقاع هذا اللاغين ممكن أن تكون حرف أو مجموعة أحرف ممكن تكون حرف أو مجموعة أحرف لكنها تعطي صوتا معين عندنا ثم مثلا ثم 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 غويصو إذن كما نلاحظ بأن هذه الأبيات تنتهي بكلمات منتهي بها ثم عندنا أل مثلا جسيال إذن عندنا هذه البيت ينتهي بكلمة تنتهي بأل إذن عندنا هذه القافية أل ثم غويصال إذن عندنا بيت آخر لأو كلمة منتهي بهاد أل ثم إذن كفون تيل كفون تيل كفون تيل ماذا يفعلون كفون تيل كفون تيل كفون تيل كفون تيل كفون تيل كفين تيل كفينت على دهتة سورة تياميه إذا الشهور تياميه سورة تياميه سورة تياميه اوه، بديخ إهلها إلى دهتة سورة تياميه يوجد أغنقاد الموز ، ولي meta سورة تياميه دعوة تياميه بديخسر وضفانيه لجوك هم شعره للحيفة جو تسيبو دو بانان يعني ان يرمي الشخصو قشورة موزهي دو لناتور في الطبيعة او هاي دز افت نغاتف تاكولو عواقب سلبية تاكولو تأتيرات سلبية سور لانفرولمون على البيئة سور لانفرولمون على البيئة ايه بانجره وخاطر pour لزانيمو بالنسبة للحيوانات لان الحيوانات عندما تأكل هاد القشور فهي غير مستعدة لهضمها اذا في جهاز الهضمي لا يستطيع هدم هاد القشور فيما يخص قشور الموز هناك اسئلة كثيرة تطرح من قبيل هناك طبعا اسئلة تطرح حول امكانية قشور الموز فيما يخص تزحلق الاشخاص اسئلة كثيرة تطرح من القبيل مثلا هل يمكننا حقيقة ان نتزحلق من على قشور الموز طبعا هناك مجموعة ابحات تثبت بان قشور البانان ممكن ان تساهم بنسبة قليلة في خطر تزحلق طبعا كل قشور بقية الفواكه ممكن انها تساهم في هذا الامر ليست فقط قشور الموز ثم ان عدد الساقطات التي تحدث للناس ممكن تأتي من اسباب اخرى هل يمكن ان تقول لهم على قشور الموز فيما يمكن ان تقول لهم على قشور الموز على تفل أو بيه جو وان فيه جو تأتي لهم على قشور الموز وليس إلا شخص على حالة الحالة Et enfin sur la quatrième image وفعلت لا وفعلت لا سرع إلى ملا أرمي أتريب لعبة المصطفى المنزل العامين لخيطة سرع في يوم الأساطر سرع لازم اليوم يرمي أتريب لعبة المنزل من طرق سراح المصطفى المنزل أرى طفلا يتسلق سياج المدرسة للخروج إذن على الصورة الرابعة أرى طفلا يتسلق سياج المدرسة للخروج طبعا كنتيجة لهذه الصورة يعني التلاميذ يجب أن يحترموا قواعد المدرسة أو قوانين المدرسة أو تعليمات المدرسة وما فيها؟ احترام الخروج من البنت وليس عبر السياج إنا ترمينا ambك لدرنيي طفلا جروتيه إذن نوك من المع الفقر الأخير جروتيه أنا أستنبت كما لو أقول أنا استخلص أنا أخط خلاسة جو سوي بخידان دون لخور دو لكل جو سوي بخيدان دون لخور دو لكل أنا حادر في ساحة المدرسة علي أن لا أقوم ببعض الألعاب الخطيرة في ساحة المدرسة أنا كتلميذ عندما أكون في ساحة المدرسة علي أن أتجنب الألعاب الخطيرة ثم علي أن أكون حادرا حتى لا أصاب بسوء من بعض التلاميذ المتهورون أنا لا ألعب بألعاب خطيرة إذن كما قلنا أنا حادر في ساحة المدرسة المقصود أنا منتابه في ساحة المدرسة علي أن لا أقوم بأعمال خطيرة ثم أنتابه لنفسي ربما يكون هناك بعض التلاميذ المتهورون فيمسونني بالسوء ثم أنا لا ألعب كما لنقول في ألعاب خطيرة المقصود أنا لا ألعب ألعاب خطيرة إذن نكتفض القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر